في الحديدة أصيب طفل في مودارية حيس إترى انفجاره بلغم زرعته ميليشياء الحوثية وقال مراسل قناة اليمن اليوم أن الطفل سعيد محمود هديش أصيب أثناء ما كان يعمل على متن آلة حراثة لتوفير مصدر الدخل لأسره وأضف أن الطفل أصيب بجروح بالغة وأسعف إلى مستشفى أطباب لا حدود في المخى كما نتج عن انفجار اللغم توقف آلة الحراثة عن العمل